ما هو أنت يعني الحقيقة احنا عايشين في ظرف غير مسبوك لا في أي لحظة زمنية ولا في أي مكان جغرافي يعني لا على مستوى العالم ولا في أي لحظة أخرى أن تأتي هذه الظواهر وتأتي هذه الضغوط ويأتي هذا الانفلات ويأتي كل هذا التجاوز وتلجأ دائما إلى القنوات السليمة حفاظا على هذا المجتمع بص تخيل معايا لو حصل لو انصاق الأهلي لما يريده أخرون تخيل أن فيه اتنين بتصرفوا بنفس الطريقة من الانفلات الدنيا كتابة عاملة زي ولكن الأهلي من منظور المسؤولية والمكانة والتاريخ ودوره الريادي في الحفاظ على وقيم المبادئ والسلم الاجتماعي يتحمل الكثير وخلينا نتكلم بوضوح أكتر امبارح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جاب سيرة الأهلي وجاب تكلم كثير لا مش امبارح أستاذ زبرائي امبارح وأول امبارح وأول أول وهلوم مجرع بس آخر حاجة آخر مشهد عبثي كان امبارح هنا فيه اكتر من نقطة النقطة العامة اللي تتعلق بالنادي الأهلي وقيمته وما حدث من إساءات شديدة جدا وتطاول متكرر في حق رموز وقيادات النادي الأهلي وجمهوره دي مسألة هنتعرض لها لاحقا لكن كمان فيما يتعلق بشخصي الضعيف لأنه برضو جاب سيرتي وجاب فورتي وجاب فيفتي وجاب حاجات كتير أول أنا هنا عايز أتكلم يا باشواندس في ثلاث نقاط سريعا بعد إذنك في جزئية شخصية يعني أنت مش مكسوف وأنت مش واسيم كده أنا بس أنا عايز أقول لحاجة بس الإنسان تملي مسؤول عن أخلاقه مش عن خلقته حلوة أودي لو أنت فاهم إن الإنسان مسؤول عن خلقته لازم أن تعرف كويس قوي إنه إحنا لن نستدرج إلى ملعبك أسهل حاجة التجاوز والتطاول وإذا كنت إنت عندك لسان عندنا لسان ربما يكون أطول وأعنف بالمناسبة لكن إحنا اخترنا الصعب التطاول والتجاوز ده سهل جدا أي حد في الشارع بيشتم أي حد أي حد دايما وأبدا التجاوز والغلط سهل جدا الاحترام والانضباط والالتزام هو الصعب إحنا اخترنا الصعب بس عايزك تبقى فاكر دايما وإنت فاكر الوسامة معيار مهم جدا الإحساس الزائد والزائف بالوسامة ده اللي بيجيب لصاحبه الكافية وأظن دي كافية ده في الموضوع أو في الشكل ترجمة نانسي قنقر